إقرار الحكومة سلسلة جديدة من الضرائب على كافة السلع بنسبة 10% خرج المواطن عن صمته وأعلن غضبه تجاه ما يحدث فلن يكون هو سبيل الوحيد لتخفيف عجز الدولة إلى التفاصيل المواطن، الحلقة الأضعف والحل الأمثل لسد عجز الموازنة وملء خزينة الدولة وكأن ضعف الرواتب وكثرة الضرائب لم تكفي الحكومة جشعا ففرضت ضرائب أخرى ضمن سلسلة لا تكاد تنتهي تطوق عنق المواطن الأردني لكنها هذه المرة أكثر تميزا إذ شملت كل شيء من حص الشارع حتى الهواء الذي نتنفسه غلاء الأسعار سيكتير أثر على حياة البناء أدمين المواطنين في البلد وخصوصا أنه أنا كنت أحكي للأخ كابل ما نبدأ أنه أنت دخلك يقسم لتلت شغلات الشغل الأولى الأكل والشرب والشغل الثاني السكن والثالثة التعليم والعلاج هلأ لما يجي يرفعوا تكلفة المواد الغذائية على الإنسان وبالتالي راح الشريحة الأولى تأخذ جزء أعلى من دخلك وراح تأثر على قدرتك على التعلم أو قدرتك على العلاج أما بالنسبة للإزجادة الضريب الجديد اللي حطيت علينا الحكومة الله يرضى عليها يعني راح تكون دمار اقتصاد شامل للبلد إحنا بالأيام العادية وإنتوا هيتين علي من غير موعد مسبق بينكم الحمد لله للآن إحنا ما نستفتحناش يعني عمجرد صورة نوع إذا بدك بالأسعار العادية والأسعار من نزلها عم مش لقين شغل فتخيل إذا بنا نرفع الأسعار ونحط ضريب جديد برضو حتى لو عملنا انخفاضات ما في شغل ما في شغل نهائيا يعني حركة رائعة في وسط البلد كاملة ومش في وسط البلد حتى في جبل حسين في صوفية أفينيو مولي اللي فاتح جديد برضو ما في حركة تخيل إلى وين؟ لا صوفية التجار خاصة أصحاب المحال التجارية الصغيرة مسهم الضرر على نحو مباشر فبضائعهم ومحالهم لا تطأها الأقدام إلا قليلا وقليلا فقط حتى أنه تنضي الأيام من دون مرور أي مشتن خاصة بعدما أصبحت الملابس والمجوهرات وحتى الفواكه من الكماليات التي لا طاقة لشرائها وتحصيل الضرائب المفروض عليها أولا وآخرا سيؤخذ من المواطن سواء كان بائعا أم مشتري هلأ بالنسبة للضريبة القمسة بالمية عندك اللزبون أصلا هلأ مش عم بتقبل فكرة المصنعية وعم بحاول ينزل منها لما أنا عم باجي بقول بدي أفرض للزبون ضريبة خمسة بالمية أصلا هيك وللزبون كان يعتبر الدهب ملاذ آمن هلأ صار الدهب ملاذ آمن للحكومة مش للمواطن بالله ارتفاع الأسعار بالنسبة للناس خرابة بيوت ودمار لكن مشكلتنا إحنا ما حد يفتح ثمه بعطوها السبع عشرين ليرا بدهم يرطوا إياهم بضحكوا علينا فيهم بس مش أكثر من هيك طبعا يعني هلأ نحن كأسحاب مجوهرات ومحلات يعني مش شايف أنه في كلام منطقي من شغالة الضريبة هاي يعني هلأ أنك تحملني خمسة بالمية طبعا هل بيجيني خمسة بالمية طول النهار طبعا لا يعني هلأ كدهب معاوم السعر لأنك فضة كسعر السعر طول النهار بمروا عليه اليوم والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وإنما بستفتح والله هم فيه ارتفاع شوي يعني مش كتير بس الواحد يعني طبعا ما يفروض ما يغلوا الأسعار الخضرة بالذات لأنه الواحد ما يستغني عن الأكل بالذات يعني والواحد فيش غير هالأكل ضايل فالمفروض الواحد يعني يراعه شعور الناس وظروفهم والحياة صعبة والله الحكومة لن تصغل ما يحدث ولن تتنازل لتعترف بخطائها وتدفع من جيبها وجيب مسؤوليها لتقليل العجز اللامنتهي وبينما تباينت آراء الناس حول الظلم الوقع عليهم ما زال المعظم خائفا حتى من الحديث ولو همسا حول ما يجري